السلام عليكم وعلى السلامتكم كما راكو تشوفوا اليوم سوف نقوم بذوق الكاكاوات الفول السودانية سوف تشوفوا الوصفة بثاف شابه وبنينا أيضا الوصفة لدينا 250 كرام من الزبدة 150 كرام من الصقر الناعم بيضة واحدة كيس من الفانيليا وملعقتين من الكاكاو يكون المرن خلطوا هذه المكونات كما راكو تشوفوا ومن الأحسن يكون عندك باتر الالكتريك باش نتحصلوا على قوام كريمي ثم نضيفوا ملعقتين من الفول السودانية يكونوا مطحونين شوية ونخلطوا كل شي القوام ثم نضيفوا ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية ونضيفوا الخليط بالفارينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون مطرية يعني العجينة اللازم تكون مطرية ندخلوها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح في التلاجة لمدة 15 دقائق باش نقضون نخدموا بها من بعد ثم نضيفوا الاغاناش نضيفوا الاغاناش 80 غ من الكريمة السائلة 30% من المادة الداثمة وضفت لها 20 غ من الشوكولات الدائبة نضيفوا ونضيفوا على جانب ثم نضيفوا العجينة التاعية نحلها أولا بالحلال نورمال ثم نضيفوا الحلال كشكل جمالي ثم نضيفوا الاغاناش ثم نضيفوا الاغاناش ثم نضيفوا الصعب لتاعي ثم نضيفوا طابع الاغاناش الآن اخطرت الكريمة نضيفوا الاغانة ندخلوها على 180 دراجة وحتر روضنا من الاغانpants من 10 إلى 15 دقيقة ثم نضيفوا طابق تحتانية ثم نأخذوا اثنان لطبقة الفقنية وبعد مع الأخير نضيف في الوسط هنا في التقبة هذه نعود نضيف القاناش على بيها قلت لكم هنا نخدمه بالقاناش يعني يأتي صراحة تنهيل وبعد نذهب نجمله يعني نضيف سابلي وشوكولا أنا درت هنا على الجانب قليل خطوط من على القاناش اللي كانت شوية سيلة شوية دايبة ونضفت قليل منها الفول السوداني وهذه الوصفة لقاته شوكولا بذوق الفول السوداني يعني لكاكاود لصفة تعني التعليم خليتكم في أمان الله وإلى الملتقى ما تنسونش للايك ولباختاش